عدنا أن الكلام طيب الكلام أغلى وأجمل وأحسن من الحلي من الزهب والفضل طيب إيه تاني من الحاجات اللي هي من حسن المعاشرة أيضا من حسن المعاشرة حسن الفعال حسن الفعال يعني حسن الفعال أنك أنت تعمل ما يرضي الله سبحانه وتعالى تفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى طيب زي إيه يعني لا لا دا حاجات كتيرة جدا جدا هتلاقيها في يوم بتقول الله يبارك فيه ربنا يسعده دا اليوم الفلاني كنت كذا وبعدين لقيته هو على طول قال لي والله ولا تزعلي أنا حاملك كذا دا في مثلا حاجة وقعت وتكسرت لا مش مش كلا يعني دا الحمد لله دا هنشكر ربنا دا الحاجات دي الواحد يشكر ربنا عليها لا ولا تزعلي نفسك يعني انت مش زعلان أبدا النجفة كانت هي سبب في نجولها أو لمبة كسرتها أو أي حاجة في البيت كسرتها فازة كبيرة كده وبعدين وقيا ماشية سريعة كده بتجيب حاجة خبطت فيها وعيتها تكسرت تقول لا دا الفازة دي دا أنا جايبها مش عارف بكم سمية جنيه دا أنا جايبها ما عرفش بكام دا أنا لا 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 ما خلاص هي تكسرت خلاص هي تكسرت خلاص الكلام مش حيرجعها خلاص الكلام مش حيامل حاجة انتهى الموضوع خلاص انتهى مالوش لازم الزعل بقى طيب ما لعمل ايه وبشر الصابرين يا اخي وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا ان لله واني عليها راجعون يا دي مصيبة ايوه مصيبة ما زعلته ما طالما زعلته اغضبته تبقى مصيبة طيب ما لعمل ايه يبقى وبشر الصابرين اصبر واحتسب عند الله سبحانه وتعالى وبعدين اكلمها بالحسنة وقول لها انت زعلان ليه اصل فضليا انا والله العظيمة خدت بالي انا متأكد وانت عايزة تكسريها يعني ما انا عارف انك مش عايزة تكسريها هي اللي وقعت كده وبعدين دي قدر له عز وجل هذا قضاء الله يعني لابد ان نؤمن بذلك ايه المشكلة فضت ايه يعني ايه مشكلة ايه بلاش فضى خالص في البيت فضت ايه ولا بتاع ايه هي دي اللي حتنكد علينا ودي اللي حتزى عننا ولا هم بخالص طب يا راك بقى لازم اجيبلك احسن منها انا شفت واحدة وعجباني اوي اجمل منها بكتير ان شاء الله لما ربنا يفرجها اول حاجة حاجبك فضة طالما انت بتحبي يبقى في فضة موجودة في البيت اجيبلك اجمل منها واحسن منها مع انك انت اللي حتدفع وانت المسكين بس سبحان الله ادخلت على قلبها السرور هو ده الايمان هو ده الاسلام هو ده الاسلام علمنا الاسلام ان احنا ندخل السرور على قلب الاهل والاولاد هو ده الاسلام علمنا ذلك كلها انشاء الله حاجبك احسن منها طيب افرض زائلت وعملت مشكلة وربما المشكلة تقدي الى قطيعة او الى طلاق والعياذ بالله الفضة هترجع ابدا انتهت اتكسرت خلاص النجفة تكسرت خلاص ايه المشكلة ايه المشكلة اي حاجة ما تتكسر طيب يعني انت مش هتتكسر ما انت ممكن تتكسر برضو طبعا بعد الشرع على كل المشاهدين يعني لكن انا بقول ممكن يحصل يعني بلاش مش هتموت هتموت والله وانا هموت كل الناس هتموت مين اللي هيستنى ما في الحياة بقاء ما في الحياة خلود نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت تموت كل البرايا سبحانه من لا يموت كلنا سنذهب سنذهب نموت وايامنا تذهب ونلعب والموت لا يلعب عجبت لذي لعب قد لها عجبت وما لي لا اعجب ايله ويلعب من نفسه تموت ومنزله يخرب ارى الليل يطلبنا والنهار ولا ادري ايهما يطلب احاط الجديدان جمعا بنا وليس لنا منهما مهرب وكل له مدة تنقضي وكل له اثر يكتب مين اللي هيستنى مين اعد القص بن سعد شاعر الجاهلية قال في الذاهبين الاولين من القلون لنا بصائر لما رأيت مواردا للقوم ليس لها مصادر ايقنت اني لا محالة حيث صار القوم صائر زي ما الناس بتروح المقابر وما بترجعش انا كمان حروح ومش حرجع كل حاجة هتنتهي كل حاجة لها عمر كل حاجة لها عمر يبقى ليه نيزعل ليه نغضب واحد قاعد خايف خايف ان ايه بس انا خايف لا موت طب حد انك طول عمرك كده خايف لا تموت يعني ايه حد انك كده عايش انك خايف لا تموت يعني عايش على الخوف طول حياتك ده خوفك ده عاي يكون سبب في موتك يا اخي يسيب الامر الله طب وبعدين لما تموت ايه المشكلة ما تموت على طاعة ايه يا سلام حد يلاقي يعني الواحد لو يضمن ان يدخل الجنة يتمنى ان يموت دلوقتي يتمنى يتمنى لو يضمن ان ادخل الجنة والله لو اضمن ان ادخل الجنة والله اتمنى اموت وانا قدامك دلوقتي على الهواء يريت يريت لو انا اضمن ان ادخل الجنة يعني اتمنى ونحن ان شاء الله يعني اسأل الله ان يرزقنا الجنة ثقتنا في الله عظيمة ان يرزقنا الجنة ان شاء الله نرجو الله نرجو الله ونخشاه نرجو الله ونخشاه نخشى الله سبحانه وتعالى ونرجوه رحمته سبحانه وتعالى فكل حاجة بتنقضي كل حاجة بتنتهي حاجة وقت مش مشكلة حاجة تكسرت مش مشكلة فلابد حتى وقت الأفعال يعني تكون الأمور سليمة تكون الأمور بسيطة ناخدها بصدر رحب ناخدها بالإيمان والإسلام ناخدها بالإيمان بالقضاء والقدر ناخدها بكل شيء طيب عشان الأمور تعدي لكن كل حاجة صغيرة كده حنعمل عليها مصيبة هي دي المشكلة ولذلك برضو من الأمور من حسن المعاشرة التغاضي عن الهفوات التغاضي عن الهفوات يعني هي التغاضي عن الهفوات يعني مش كل حاجة يعني أعمل عليها مشكلة مش كل حاجة أعمل عليها مشكلة إذا كانت حاجات بسيطة برضو ما تكلمش عنها خالص عدت وخلاصي المشكلة يعني أخطأت أو أخطأت خطأ بسيط كده ما أفشي أنت ليه عملت كده طب ليه كده طب أنت مش يا أخي خلاص يا أخي خلاص يا أخي كلنا ذو خطأ وانت ما بتخطأش ما انت مليان أخطاء كلنا ذو خطأ أنا ما بخطأش والله لو علموا قبيحة سريرتي لأبا السلام علي من يلقاني الشعر بول كده لو يعرفوا اللي أنا فيه لما أسنوا علي يعني فألا والله لو علموا قبيحة سريرتي لأبا السلام علي من يلقاني يعني كل واحد كل واحد حتى عندما مدح أحدهم قال يظنون بي خير وما بي من خير ولكنني عبد ظلوم كما تدري سترتع عيوبي عن عيونهم وألبستني ثوبا جميلا من الستري فصاروا يحبونني وما أنا بالذي يحبوا ولكن شبهوني بالغير فلا تفضحني في القيامة بينهم وكل يا مولايا في ساعة الحشرين كلنا ذو خطأ من منا بلا خطيئة طيب إذا كنت أنت تخطأ تجاوز عن خطيئات يعني هذه الهفوات خلاص يعني تغاضى عن الهفوات مش كل كلمة نمسك عليها مش كل عمل نمسك فيه مش كل حاجة نكبرها ونخليها كده الشيطان هو الذي يحرك وأنت تتبع الشيطان أنت تتبع الشيطان أم تتبع الإيمان وتتبع رسول صلى الله عليه وسلم وتتبع قبل ذلك كله الله جل جلاله فيعني تغاضى عن الهفوات تغاضى عن الأمور البسيطة هذه الأمور يعني لا وزن لها ولا قيمة لها أنت اللي هتكبرها وحتخليها حكاية وهي أيضا هذا الخطاب للزوج والزوجة لكن عشان الموضوع وعاشرهن بالمعروف فأنا بكلمك أنت بكلمك أنت حاول تتغاضى عن الهفوات ما تمسكش في كل حاجة عدي أول بأول عدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك وكان النبي يتحمل الكثير أنتوا عارفين الطبع عارفين قصة الطبع طبعا لما زوجة النبي صلى الله عليه وسلم غارت وكسرت الطبق ونزل الطعام على الأرض والنبي جابوا ويضموهم لبعض وجمع الطعام ويعني خلاص قال غارت أمكم غارت أمكم وبعد كده قال يعني طعام بطعام وإناء بإناء وخلاص وانقضت المشكلة يعني لو في موضوع كرامة دلوقتي كانوا يقعدوا أنت إزاي تكسر الطبع ومين اللي اشترى الطبع دا أنا الأكل اللي اتعملوا جالك دا أو جالي هنا دا أنا اللي جايبوا بفلوسي وبعرق وشقاية وأنا اللي تعبان وبعدين ترمي نعمة ربنا على الأرض أنت يا شيخ أعوذ بالله والله تسمع كلام عجيب تسمع كلام عجيب 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 خلاص يا أخي خلاص الأمر عدى وانتهى خلاص طب وفيين كرامت إيه ما احنا قلنا بقى كرامت إيه بقى مفيش كرامة بين الزوج والزوجة دا أنت وشيء واحد ربنا يقول خلق لكم من أنفسكم دا هي منك هي قطعة منك يعني ما ينفعش دا وفي قراءة من أنفسكم من أحسن حتى فيك حد زع النفس برضو حد زع الأحسن حتى فيه برضو يا أخي أكرمها وعاشرهن بالمعروف أكرمها لله سبحانه وتعالى عشان ربنا يكرمك برضو أيضا من حسن المعاشرة الاستماع إليها واحترام رأيها الاستماع إليها واحترام رأيها خليها تقول رأيها يا أخي خليها تقول رأيها خليها تتكلم أحيانا الزوجة بتكون رأيها هو الصواب أحيانا هي اللي شايفة أكتر مني أحيانا يكون كلامها مفيد جدا كلامها طيب جدا ممكن رأيها راجح إيه المانع ما أخذ رأيها ما أشورها برضو أشورها برضو أخذ مشورتها خصوصا في الأمور اللي خاصة بالبيت يعني واحد متقدم لبنتي إيه رأيك انت شايفها الولد دا ينفع ولا لأ شايفها إن شاء الله متدين وعرف ربنا طيب ما احنا قمنا صلينا ما أمشي صلى معنا يبقى دائما إليها يصلح إيه ولا أنت شايفة إيه كده يعني يعني لازم يقول الأمور كده لازم الأمور تبقى واضحة ولازم يبقى فيه مشورة وتستمع إليها وما تيجي تكلمك تروح مسك الجرنان أنا بكلمك آه بس ما أرى الخبر دا بس مش عارف إيه دا يا نهى ربيت دا حصل معرفش إيه يا سيدي أنا بكلمك سيب الجرنان دلوقتي سيبك من الجريدة دلوقتي يبقى إحنا بعدين نقرأ زي ما أنت عايز أنا بتكلم معاك في موضوع أنا مش عايز أسمع دلوقتي ممكن لو سمعت ما تتكلميش الله أنت على طول إيه أصبري شوية أنا مش شايفاني بقرأ الجرنان يا أخي جرنان إيه بس هي أهم من ميت جرنان دي زوجتك دي حبيبتك دي زوجتك ما ينفعش أبدا أنك أنت تفضل جرنان عليها قولها اللي أنت عايز حاجة آه عني يا نهار جرنان إيه وبتاعيه وتروح رامي الجرنان جنبك كده آه أمرين خير حتقولك الموضوع كذا كذا أو ماله طب ما إيه رأيك في كذا طب وتأخذ تدي معاك في الكامس تمع إلي يعني خدمة شريتها المرأة أحيانا يقولك إيه ده شرط ده شرط كلام الهايي بتاع اللي بنسمعه في الشوارع يقول ده شرط مراته شرط مراته يا أخي والله لو لو مراتي رأيها صواب أنا شرط مراتي إيه المشكلة إيه المانع يعني مش هي اللي أشارت وإيه اللي قلت صواب وأنا كنت حعمل غلط أنا كنت حعمل غلط والله فيه أمور كثيرة جدا المرأة بتكون لها عقل فيها ما شاء الله وحيانا الدل على الخير والله يعني والله عندي أنا شخصيا يعني الواحد يعني بالاش أمثلة على بس أو بنتي والله كنت أنا مبيح حاجة معينة عندي والله بنتي آت لي يا بابا يعني لو بتحبيني بلاش ليه آت والله أنت كده تبحها بالبخص حرام يعني طب معلش قصبر شوية بس أنا محتاج فلوس آتلي حاول يعني تصرف وبلاش تبيعها والله يعني لو بتحبيني بلاش بلاش يا بابا دلوقت خلاص والله محبيتها زعلها ومرضتها بيئة الحاجة دي والله العظيم بعدها أيام وجاء أكتر من هذا المبلغ بكثير جدا فبقى تقول يا رايك بقى أنت ليك عمولة في البيئة دي إيه المانع إيه المانع تأخذ رأي بنتك ورأي مراتك يعني الحياة الأسرية تبقى حياة جميلة كده وتبقى حياة فيها سعادة كده يعني أسأل الله عز وجل أن يملأ بيوتنا سعادة وبهجة وسرور إن شاء الله نكمل الموضوع إن شاء الله في الحلقة التي بعدها أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن ينفعني وأنفعكم وأن يجمعنا دائما على طاعته وفي الآخرة في مستقر رحمته بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع طلوع الفجر تبدأ في حياتي ونيات والسعادة تمتلكني مع شريكات الحياة